موسيقى اعزائي المشاهدين صباح الخير صباح يوم جديد مليء بالسعادة والسرور والفرح والنور صباح الصحة والجمال وتحية خاصة وطيبة من داخل مدينة الانتاج الاعلامي من قلب قناة الصحة والجمال ولقاء جديد وحلقة جديدة مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب النهاردة وزي ما عودناكم في كل حلقة اننا هنقدم لكم مواهب وهنقدم لكم ابداعات عظيمة والنهاردة ان شاء الله هنستكمل فيها حلقة الحلقة السابقة وهي بعنوان كيفية الربح من المتاجر الالكترونية والمجال الالكتروني الشباب الشباب هم الامل والمستقبل هم العنصر الاساسي لتقدم ونهضة الامم وهم ايضا الدرع الواقي والحافظ فيجب علينا ان نقف بجانبهم وان ندعمهم وان نهتم بهم فيجب علينا ان نقف بجانبهم وندعمهم ونهتم بهم كي يصلوا الى تحقيق اهدافهم ومرحلة الشباب هي اهم مرحلة يمر بها الانسان منذ ولادته ففي هذه المرحلة يستطيع الانسان ان يكتسب الخبرات وان يحقق الرغبات ويواجه الصعبات ويحقق النجاح والتوفيق دائما ان شاء الله النهاردة في حلقتنا معانا البش مهندس محمد يوسف الاسيوطي وهنستكمل الحلقة السابقة وهيكلمنا النهاردة عن ازاي نستفاد من المتاجر الالكترونية وكيف نربح من المتجر الالكتروني بشكل صحيح خلينا نرحب بضفنا اهلا بك يا بش مهندس النهاردة في حلقتنا ان شاء الله نتناقش مع حدوتك كيف ازاي الواحد يعمل المتجر او حساب على المتجر ويستفاد منه تمام كلمنا النهاردة ازاي يبدأ الواحد يستفاد من المتجر الالكتروني فيه طريقتين للاستفادة من المتجر الالكتروني والبيع في المتاجر الالكترونية اول صباح الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه طريقتين للبيع عبر المتجر الالكتروني طبعا الطريقة الاولانية دي الربح بالعمولة ده باب التسويق بالعمولة بتخش المتاجر الالكترونية وتعمل حساب للربح بالعمولة وده بتاخد رابط لسلع هما بيرشحوها لك انت شايف في نفسك القدرة على تسويق هذه السلع موبايل مثلا ادوات منزلية اي حاجة وبتنشرها عبر اللينكات عبر المدونات اللي انت بتدون فيها او حساباتك الشخصية في التطبيقات المختلفة واللينكات ديت العميل بيخش يشتري عن طريقها ولما بيشتري وتنجح عملية الشراء بتقعد 14 يوم قيد الارتجاع حسب الشركة او الموقع مثلا 14 يوم بالنسبة لسوق دوتكم وبعد الارتجاع يوم تنزلك نسبتك في حسابك البنكي فيه طريقة تانية للربح عبر المتاجر ايه تمام دي اهم نقطة نحب نوضحها للسادة المشاهدين وطبعا البش مهندس محمد هو خبيل لنظم المعلومات والمسوق الاكتروني وهيوضح للسادة المشاهدين كيف يربح الانسان من الانترنت بشكل صحيح قلنا الربح عبر المتاجر ليه طريقتين اللي هي التسويق بالعمولة لما لا يملك سلعة اللي ما عندوهش سلعة يبيعها بيخش المتاجر ديت يعمل اكاونت تسويق بالعمولة ويبيع سلعة مش بتاعته يشوف نفسه قدر على بيعها فيه طريقة تانية لبيع السلعة اللي هي انت تملك السلعة بتشتري سلعة وتعمل اكاونت بيع ودي اللي احنا جايين نتكلم عنها ونستفيد فيها شوي دي بتنتقسم برضو الفرعين فرع الافراد وفرع الشركات طبعا احنا هنركز شوي على الافراد لان احنا بنكلم الاول للمبتدئين وبعد كده ان شاء الله لما ربنا يكرموا يزود اكتر في موضوع الافراد ثم يفتح شركة ويزود في موضوع الافراد والشركات ويبيع كل الشركات تمام جدا تمام الفرق ان الافراد بيبقى ليه حاجات معينة يشتغل فيها الشركات بتبقى اوسع الافراد اقل ضمانا لانه بيبيع حاجات خفيفة اكسسوار وحاجات كده الشركات اكثر ضمانا وتوصيقهم الاوراق اللي بياخدها الفرد غير الاوراق اللي بتاعت الشركة تمام حساب بنك الافراد غير حساب بنك الشركة تمام برضو هنركز ونقول هنا الافراد بتتعامل بالطريقة كذا او الطريقة التانية بشمانس محمد ما سبب انتشار التجارة الالكترونية والمتاجر المختلفة؟ هو اول حاجة انتشار التكنولوجيا ان الوضع دلوقتي غير زمان دلوقتي كل الناس معها تليفون محمول والتليفون محمول فيه تطبيقات مختلفة وعلم كبير جدا تاني سبب طبعا الكورونا وميل الناس وخوفها ميلهم للتباعد الاجتماعي وخوفها من التلامس والبيع المباشر فده ساعد في تضعف بيع المتاجر ديت بالنسبة الامازون تضعفت كذا مرة في السنة الاخيرة بتاعت كورونا ديت وبالنسبة لسوق ونون وجوميا اللي هم اللي عليهم كلامنا اللي هم في المتاجر المصرية او المتاجر العربية المبيعات والارباح تضعفت بسبب اللي عاملين دول اكبر عاملين وعوامل تاني وده خلت تجار برضو نظرا للانتشار والداتة الكبيرة اللي تكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت يتجهل الانلاين والبيع عبر المتاجر ديت لانه لقي بيع سريع من غير مجهود من غير اعلانات من غير مشاكل كتير جدا حتى الشحن لان الشركات دي برضو شركات شحن بجانب ان هي شركات شركات بيع وشيرة وتسويق تمام ازاي بتكون التجارة على المتاجر الالكترونية وازاي نفتح حساب هو انت في الاول لو معنا الصور زي ما اه من شاء الله بإذن الله فرق الاعداد هيقدر دلوقتي تعمل معنا بالصور هي الصورة الاولى اه طيب ازاي خلينا نبدأ ازاي يعني ازاي نعمل حساب او كلمنا ازاي نبدأ حساب يعني هو الاول الاوراق المطلوبة تمام تمام الاوراق المطلوبة لفتح حساب فردي غير الاوراق المطلوبة لفتح حساب شركة تمام الاوراق المطلوبة للحساب الفردي صورة الهوية والشوضاء تمام دلوقتي طبعا دعم المشتري الصورة معنا طبعا على الشاشة وزي ما حظاك شايف بش مهندس نقشنا في الصورة الصورة الاول انت بتعمل سيرش على على موقع سوق دوت كوم تمام بتظهر لك اول واحدة دي سوق كوم اكبر موقع تسويق في مصر تمام جدا بتختارها تمام بننتقل بقى للصورة اللي بعدي يعني الواحد يدخل على الجوجل ويكتب بالسوق دوت كوم وبعد كده بيدخل يفتح له زي ما احنا شايفين على الشاشة الصفحة بتاعة المتجر نفسه تمام الخطوة التانية اللي بيواجهها هتكون ايه؟ بتبقى الصفحة الرئيسية للموقع تمام بيلاقي ثلاث علامات فوق التالتة ابدأ البيع تمام بتدوس ابدأ البيع تمام بتنتقل الصفحة اللي بعديها تمام بيجيب لك حساب البائع وحساب الموظف يعني بيجيب له حساب البائع والموظف تمام بتخش انت حساب البائع انت مش موظف عندهم طبعا بتخش بتخش حساب البائع تمام لما بتخش حساب البائع في تسجيل الدخول والمفروض دي ينقل بيجيب لي بعد كده تسجيل الدخول تسجيل الدخول بحيس ان انا ادخل بياناتي اليوزر نين والباسورد ده غير بقى ان انا انشأ حساب جديد انشأ هتلاقيها تحت ما انا عايز الصورة البعدي لو في انشاء بالضبط كده لو في انشاء بيقول لي انشاء بريد الالكتروني جديد انا عامل عليها الساعة حتى تمام بتدخل لو انت عندك حساب بتكتب البريد الالكتروني فوق لو ما عندكش بنختار اللي انا عايزينها دي بنعمل انشاء من جديد انشاء حساب بتدوس عليها تنقلك للشاشة اللي بعدين تمام جدا وكده يعني بيتم ان هو بيعمل حساب وبيبدأ يباليه حساب على السوق دتكم تمام بتخش بتكتب اسمك اسمك محمد يوسف مثلا بيكتب البيانات المطلوبة او المطلوب مدمناتها في الخنات او الخنات انت بتملل فراغات كأنك بتعمل اكاونت فيسبوك او اي حاجة تمام جدا تمام بتكتب اسمك البريد الالكتروني كلمة السر اعادة كلمة السر تمام دول الاربع اختيارات طبعا اعادة كلمة السر للتأكيد طبعا وحرصا على ان هو يعمل حاجة امينة تمام بتعيد كلمة السر وتروح كاتق وتروح دايث تمام بتجيلك الخانة دي لو لاحظت فوق مكتوب معلومات الاتصال تفعيل الحساب عنوان تسليم الطلبات اسم المتجر مراجعة المعلومات تمام المعلومات الاتصال بتكتب فيها اول خانة الاسم تاني خانة الايميل تالت خانة الباسورد رابع خانة المنطقة اللي انت بتبيع فيها لان مثلا ده ده سوق دوتكم مش اغال في مصر والسعودية والامارات وبلاد اخرى تمام فاحنا بنختار منطقة الزون بتاعتنا بنختار مصر طبعا وبنروح حفظه امتابعة برضو ونتقل للشاشة اللي بعديها تمام جدا وكده يبقى هو ماشي باجرات سليما هو يعمل حساب على السوق دوتكم ويستفد منه بشكل سهل تمام تمام بيجيب لك الشاشة اللي بعديها دي خانة تفعيل الحساب تمام بيجيب لك هو حساب فردي ولا حساب شركات احنا اختارنا فردي بس لو هنختار شركات بنختار شركات ونروح ايلين نروح حطين السجل التجاري والبطاقة ضربية وتاريخ انتهاء تمام لو هنختار فردي زي ما اختارنا هنا بتختار الوسيقة الوسيقة دي اللي هي الهوية الوطنية اللي هي البطاقة الشخصية صورة الهوية الشخصية صورة البطاقة تمام بتدخلها هو الشو ضهر وبتدخل تاريخ انتهاءها وبتدوس حفظه متابعة وتتنقل للشاشة اللي بعديها تمام طبعا بنستكمل للشاشة اللي بعديها طبعا يا بش مهندس المعلومات دي مهمة جدا جدا للناس ان احنا نعرفهم ازاي ان هما يستفادوا من الانترنت بشكل صحيح وازاي ان هما يربحوا من الانترنت بشكل افضل وسهل طبعا الشاشة اللي بعديها لو لاحظت كده معلومات الاتصال خدت اقدر وتفعيل الحساب خد اقدر عنوان تسليم الطلبات بتختار المدينة بتحط العنوان التفصيلي بتاعك اللي هو العنوان اللي المندوب هيجيلك فيه مش العنوان بتاع البطاقة الشخصية ولا عنوان العمل ولا عنوان اي حاجة ده العنوان اللي هيقابلك فيه المندوب عشان يستلم منك الشحنات كل يوم ان شاء الله بتختار المدينة وبتختار المنطقة وبتختار الشارع وبتحط رقم الهاتف وتجيلك رسالة تأكدية على رقم الهاتف زي اللي هي بتاع التفعيل الفيسبوك والحاجات دي وتروح حط الكود اللي جالك وتروح دايس حفظه المتابعة برضو وتنتقل للخنة اللي بعدها وبعد كده لما بيتم الحفظه المتابعة هو بيؤهل ان هو كده انشأ حساب بشكل صحيح ومؤهل ان هو يبدأ يعرض منتجه لا لسه لسه هيحط اسم المتجر في الخنة ديت تمام هيحط اسم المتجر ويا ريتي يختار اسم المتجر بعناية لان اسم المتجر ما بيتغير تمام يعني انا مثلا المتجر بتاعي اسمه جنش انا بحب جنش بتاع الزمالك وزمالكاوي يعني فجنش عملته ومعرفتش اغيره حاولت اغيره كنت فاكره انه ديفولته ينفع يتغير فاللي بيختار ياريت يختار يكون عنوان مناسب للمعروضات اللي بيبيعها وياريت عنوان يريحه بحيس انه مش هيعرفي غيره تمام فبعد ما تختار اسم المتجر بعناية ممكن عموما في عنوان تسليم للطلبات اللي هي اللي فاتت واسم المتجر ممكن ما يقبلهمش من اول مرة تمام فدوس اوكي على كده وابقى عدله هيتعدل في تاني يوم او حاجة ولو قبلهم ماشي ما قبلهمش ماشي وتفضل تعدل فخصوصا اسم المتجر دي تفضل تعدل لحد ما تلاقي اسم يناسب ليك تمام جدا عدلت وعملت الاسم المناسب ليك هتتنقل للصورة اللي بعدها اللي هي مراجعة البيانات دي كلها ولو عايز تعدل على اي واحدة من دول تمام عدلت على البيانات دي كلها ودست اوكي وحفظه المتابعة بيبقى هنا حسابي بقى كده يبقى انشأت حساب بشكل صحيح تمام تمام ايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الشخص لما يجي يسجل في حاجة زي كده هيدخل بيانات غلط يعني ان هو بيدخل بيانات غلط ممكن ما يعرفش ينشأ حساب بشكل صحيح لمجرد ان هو بيدخل بيانات غير صحيح تمام وبعدين انت ليك حساب واحد فلو يعني هما بيمنعوا انك انت تبقى ادارة اكتر من حساب دي حاجة تضرك كل واحد ليه حساب فلو دخلت البيانات غلط وبرضو كل حاجة بتتعدل هو اللي ما بيتعدلش اسم المتجر ده ما بيتعدلش والايميل بيتعدل بس بصعوبة فانت تركز بس ومفيش حاجة تقلق يعني تمام كان سألني احد المتابعين لبرنامج طموح شباب ان ازاي ادخل على السوق دوتكم وايه اكتر سلعة مرويجة يعني اعرض السلعة بشكلها ازاي او ايه هي السلعة اللي اكتر ترويجا واكتر بيعا في السوق دوتكم كل حاجة بتتباع يعني انت لو السوق العادي غير غير سوق الانلاين ده هتلاقي ان المواد الغذائية بتتباع وهتلاقي ان الاكسسوارات بتتباع والمستحدرات التجميل والادوات المنزلية كل حاجة بتتباع بس انت بتفهم في ايه وطبعا انت بقى بتفهم في ايه في كل فرع من الفروع دول في حاجة فيهم هي احسن حاجة يعني مثلا في سلعتين ثلاثة دول بيبقوا احسن حاجة زي المحيل اللي كده ما هو ستور في الاخر السلعتين دول هم اكتر اكتر سلع انتشارا وروابن فهو رب السؤال بتاعه دوت حسب مجالك كل مجال فيه سلعتين ثلاثة دول احسن السلع بالنسبة للتاجر وبالنسبة للعميل بيبقوا اكتر السلع طلبا تمام طبعا ودي اخر صورة دي اخر صورة بتراجع تمام نقشنا في الصورة دي بش مهندس محمد دي مراجعة البيانات كلها بعد انشاء المجدر انت كتبت اسم المتجر ودست ودخص حفظه متابعة هتتنقل للي بعدين ده اسم المتجر دي الخنة بتاعت اسم المتجر تمام اخترت اسم لنفسك مناسب للبيع يعني مثلا ممكن تكون بتبيع ادوات منزلية تخليه بيتكو مثلا اي حاجة او تخليه اسم بنتك او ابنك او اسمك او اسم الدلع يعني عادي يعني اي اسم تختار اسمي ريحك انت تمام طيب احنا شايفين ان ان عصر التكنولوجيا والتطور التكنولوجي افاد جدا جدا الفرض وافاد المجتمع كلمنا عن ازاي يعني احنا طبعا وضحنا في خلال الحلقة ان ازاي يعمل حساب على السوق دوتكم وازاي يسجل والطرق الصحيحة للتسجيل هل هو ببقى طرق التسليم او طرق التعامل بالسلعة او المنتج بتبقى مضمونة وسليمة بدون تعرض لأي مشكلة او مخاطرة هو احنا نتكلم في الموضوع ده بالنسبة لاثنين او ثلاث افراد بالنسبة للشركة اللي هي المتجر سوق ونون وجمية وبالنسبة للمشتري وبالنسبة للبايع وايه الضمانات للتلاث افراد بالنسبة للشركة كده كده حقها محفوظ لان في اي عملية بيع او شرة هي كده كده بتاخد نسبة في البيع ولو ما تمش البيع بترجع النسبة وبالنسبة للشحن بتاخد فلوس شحن والارتجاع بتاخد شحن المرتجع يعني هي كده كده كسبانة في اي حال والسلع مش بتاعتها بتاعت التجار فما عندهاش مشكلة بالنسبة لللي احنا جايين اللي هما الكلام عليهم البايع والمشتري بالنسبة للمشتري الاول هو عند 14 يوم السلع قايد الارتجاع في ارتجاع بسببه هو وفي ارتجاع بسبب الباقة الارتجاع اللي بسببه هو كذا كذا حاجة من ضمنها ان السلع لا تناسب او السلع مش هي او او اي حاجة وفي ارتجاع بسبب البايع ان السلع كانت تلفة ان السلع مش هي اللي طلبها فجات له وجات له سلع غلط تمام فكده المشتري في امان ان هو حتى لو مش عجباز سلع يعني ممكن ياخد موبايل لمدة 14 يوم يجربه وما يعجبوش ويرجعو في مدة الارتجاع دي والموضوع ده الاوبشن ده مش متوفر في المحلات العادية اه دي ميزة كويسة جدا ان يكون مع فضلة سماح يستخدم فيها المنتج اللي هيجيبه وفي نفس الوقت اذا عجبوا المنتج سواء حابب ان هو يكمل يجيب منتجات اخرى او ان هو مش حابب يستفاد بيها يقدر يرجعها في اطار فترة السماح المنتجة واحنا برضو ما بندعوش لاستعمال الحاجة بتاعت الناس ما هو التاجر ده بنا ادم يعني بس الموضوع ده موجود تمام بالنسبة للبائع لو اللي حصل اي تلف بيعمل شكوى او بيرفض استلام السلعة من الاساس لما يجيلوا بيها المندوب بيقولوا السلعة دي ما تنفعنيش مش باينة جدا انها مكسرة جوا الكيس انا مش عايزها او بيستلمها ويفتح ويلاقي مثلا هما تبقى قطع ما اسمنهم قطع يلاقي مثلا منتجه كان جديد يلاقي منتج مستعمل متبدل والحاجات دي وردة وموجودة وما فيش مشكلة منها فبيعمل بيصور السلعة وفي خلال 48 ساعة بتبقى فيه خانة حمراء كده بتاعت شكاوى بيحط فيها صورة السلعة اللي هي اللي حصل له ضرر منها وبيشتكي وبيتم تعويضه مش دايما بيتم تعويضه بس هو لو احنا بنكلم التجار ان الموضوع ده في المجمل بعرف بالبلد كده شايلة بعضيها يعني بتبقى سلعة مكسورة في وسط 10 سلع بفضل الله كسبنين كويس فعلى فرض انهما بيعوضوك بس تعويض اتأخر تعويض جهة او مجاش الموضوع بالنسبة للتاجر بيبقى كويس لو السلعة بقى فيه ناس بتبيع سلعة غالية وكده والسلعة فرق معك بتعمل شكاوي وتتتبعها وان شاء الله بتتعوض لكن هما برضو في الموضوع ده عشان بنكلم عن السلبيات والاجابيات هما مش ايجابيين اويا تمام وفي حلقتنا كان معانا البش مهندس محمد يوسف الاسيوطي وفدنا ان هو ازاي يستفاد الفرد من الفرد والشركات والفرد والمجتمع يستفاد بشكل صحيح من المجال الالكتروني بشكل سهل وطبعا اتمنى تكون السادة المشاهدين استفادوا من الحلقة بشكل صحيح وزي ما عودناكم ان احنا بنقدم لكم مواهب جميلة وابداعات عظيمة ولان الشباب عندها حس ابداع عظيم وعندها ابداعات جميلة جدا في فن التكنولوجيا ولان العصر اللي احنا فيه عصر التكنولوجيا والتطور في مجالات الكمبيوتر والتكنولوجيا واصبح حصرينا دلوقتي كل واحد ناشي بالتليفون وان احنا عشان نشتري حاجة بنشتريها من خلال الانلاين ونبعت على البريد الالكتروني احنا مثلا محتاجين صنف او سلعة او منتج يقدر يجلنا على طول في اسرع وقت ولان ده اهم شيء وتقريبا ميزة جميلة جدا فيه نعم ربنا على الانسان والتطور التكنولوجيا انه يكون عنده خلفية جميلة جدا فيه التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا بشكل صحيح البش مهندس محمد افدنا جدا بمعلوماته والجميلة وان شاء الله هنستكمل حلقتنا في المرة الجاية هنتكلم برضو عن الارباح على الانترنت عن نون وجمية وان شاء الله نقدر نستفاد من التكنولوجيا وارباح التكنولوجيا بشكل صحيح بدون ما نسجل اي تسجيلات خطأة او نعرض نفسينا لاي مخاطر او لاساليب غير صحيحة ونكون وصلنا لنهاية الحلقة يتمنى ان احنا نكون امتعناكم بحلقتنا وان شاء الله حلقة جديدة يوم الاثنين المقبل دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر